أكد مساعد وزيرة التخطيط جميل حلمي أن الاستثمار العام للدولة خلال السنوات الماضية كان له دور مهم في تحسين دورة حياة المواطنين في العديد من القطاعات وأشار حلمي خلال لقاء خاص للتلفزيون المصري إلى أن النمو الاقتصادي يجب أن يقوم بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين حابين نأكد أن الاستثمار العام للدولة دخلت وفي خلال السنوات الماضية كان له دورا كبيرا ومهما في تحسين جودة حياة المواطنين في العديد من القطاعات وهي تنمية الاقتصادية التي نستهدفها أن نمو الاقتصادي يكون مقترن بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين أنه مهم أن ننظر الاستثمار أنه يحفظ النمو الاقتصادي هو الذي يوفر فرص عمل هو الذي يحفظ ويحسن بيئة الاستثمار أمام القطاع الخاص لا يزحمه ولا ينفسه ولكن بالعكس كل الاستثمارات العامة التي تقوم بها الدولة الذي ينفذها هو شركات القطاع الخاص